هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عهل البلاد المفدة إلى أرض الوطن بحب الله ورعاية هذا اليوم قادما من جمهورية تركيا بعد أن قام بزيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاه جلالته من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة أجرى جلالته خلالها مبحثات مع فخامته ومعالي السيد بن علي الدرم رئيس الوزراء تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات إضافة إلى الأوضاع الرهينة في المنطقة والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية كما جرت توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين وشارك العاهل المفدة خلال الزيارة مع فخامة الرئيس التركي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة افتتاح جسر السلطان سليم الأول بمدينة إسطنبول وكان في مقدمة مستقبل صاحب الجلالة الملك المفدح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء احفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر